موسيقى 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 في صديواتنا بدبع اليو تيفي دكتور عبدالله يسعد مساك يسعد مساك سعد حياك الله يسعد حياك الله دكتور شونك الله يقضيك الله يبارك بيك دكتور بداية احنا اليوم نحكي على الانظمة الغذائية ونبلش من الاعمار الصغيرة لتشبيرة لكن قبل ما ندخل بموضوع الاغذية او الانظمة الغذائية بالتحديد ارد اسئلك انت شخصيا دكتور شون منظم غذائك او يومك شون مرتبة بالنسبة لنظامك الغذائي بدا بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لحضرتك الساب ثامر وشكرا للكادر بالنسبة للنظام الغذائي عادة الناس قل من يهتم خاصة بمجتمعنا الشرقي بصورة عامة ومجتمعنا العراقي بصورة خاصة قل من يهتم بنظام الغذائي شخصيا وأتكلم بلسان أغلب أخصائيين التغذية نكون ملمين بكمية الغذاء كمية الوجبات طريقة العكي لأوقات الطعام البعض قد تكون عنده خبرة بالرياضة شخصيا أنا بالنسبة لي النظام الغذائي المقربين من عندي يعرفون دائما عادة إذا أردت أستخدم أي نظام غذائي جديد أو مبتكار شخصي أجربه شخصيا حتى يعني تعرف الناس أكثر تثق وأنا أكون واثق من أنطي هذه الوصفة فبالتالي إحنا واجباتنا طبيعية حال باقي الناس لكن تختلف تعرف اليوم صاحب الإختصاص يكون واعي أكثر مدرك أكثر دقيق فإحنا بالتالي نكون دقيقين واجباتنا هي طبيعية لكن مثل ما قلت لحبرتك أنه إحنا الوجبات التي نستخدمها تكون مقسمة ومجزة ما بين كارب ودهون وبروتين نعم بنسب تتناسب مع وزننا وطولنا وعمرنا طيب دكتور بالنسبة للأعمار يعني كل أمر إلى نظام غذائي خاص أو كل الأعمار نفس الأنظمة الغذائية بالنسبة للوزن نعم بالنسبة للأعمار وبالنسبة للجنس وبالنسبة للحالات الصحية نعم إحنا رح نبدي اليوم إن شاء الله يكون بداية خير بداية الحلقة رح نبدي بحديث النبي صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم حينما قال حسب ابن آدم لقيمات يقمنا صلبه وثلثل لطعامه وثلثل لشرابه وثلثل للهواء هنانا أغلب الناس اللي مسافرين خارج العراق وخاصة بالدول الغربية رح يعرفون أنه هذا الحديث حفوان نعم يستخدم كحكمة الدول الغربية أو كوصفة يتجزئ لك شن الكمية اللي يتاكلها من كل شي نعم رح نشرح هذا شيء وبعده نجزئ لكل فيا عمرية النظام الغذائي المناسب لها حسب ابن آدم لقيمات يقمنا صلبه نعرف اليوم إحنا الطعام يستخدمه الإنسان أو يلجأ لعد ما يكون بحاجة إلى طاقة لأنه مصدر الطاقة فعلا فأحنا اليوم للأسف بمجتمعاتنا وخاصة الشرقية نأكل لنعيش ونعيش لنأكل هذه الحكمة اليوم إحنا ذا رح نعرفها رح نعرف شن الغاية من الطعام أنا اليوم أأكل كي أعيش لم أعيش حتى أأكل الأكل هو بداية الناس يعني تستخدمها كشي بسيط أو كروتين يومي بالنسبة للأعمار كل عمر يحتاج نوعية خاصة من الطعام والغذاء بفترات ووجبات يعني على سبيل مثال الأطفال يحتاجون وجبات غذائية غنية بمعادن وفيتامينات وبروتين حالها وحال أي شخص آخر لكن بنسبة تختلف نعم البالغ نسبة الطعام ما تختلف والمسن أيضا اليوم إحنا رح نفرق بين الرجل والمرأة كل جنس إلى نوع هو نفس الطعام لكن اليوم المرأة ربت البيت عامة تحياتنا لأمهاتنا ورخواتنا من نوع خاصة المرأة العراقية من نوع كثيرة الحركة وكثيرة النشاط من تنظيف وإلى آخره وأمور البيت بالإضافة إلى عملها إذا كانت موظفة أو كذا أنا هاليوم من أنطيه نظام غذائي سعرات الحرارية رح تكون أكثر من الأخرى التي تكون قد تكون خاملة دكتور ولو أقاطعك يعني عذرا للمقاطعة هذه الحركة وإذا كان عندها دوام أو عندها هذا الشغل البيتي المنزلي بصورة عامة هذا هم يساعد بالنظام الغذائي ولا ما لعلاقة يساعد في حالة هي كانت في مرحلة التخلص من الوزن الزائد نعم فبالتالي إذا رح تبقى هي على نفس النظام اللي ده ماشي عليها أو نفس كمية الغذاء اللي تاكلها والحركة نفسها رح يكون ثبات أما إذا قل هو ميزان إذا قلت الحركة وبقى النظام الغذائي ما هو عليه ستكون أدنى ارتفاع أما إذا العكس ارتفع النشاط وقل المصدر الطاقة اللي إذا أخذها هنا رح يصير أدنى حركة بسعرات الحرارية نعم فإحنا اليوم رح نجزة وننطل لكل شيء حقه إن شاء الله ونكون إن شاء الله نوصل للفكرة الصحيحة للناس بالنسبة للأعمار إحنا اليوم رح نتكلم إن شاء الله نتكلم بحلقات قادمة أيضا بالنسبة للأعمار اللي ما فوق العشرين بالنسبة للأعمار اللي ما فوق العشرين هنا أو خلينا نقول من المراهقة فما فوق نعم في فترات المراهقة يفضل للنساء والرجاء للتقليل من كميات الدهون لاحظ أغلبيت الشباب عندنا مثلا من نقول هذا الشاب أو هذه الشابة في مرحلة المراهقة يظهر عليهم الحبوب في الجسم أو بالبشرة خاصة هذا الشيء سبب الدهون وعدم التزام بالنظام الغذائي قد تكونوا يشوف مراهق آخر عفوان ما عنده هذا شيء ليش؟ لأن هذا الشخص اللي تظهر علي هذه العلامات قد يكون من مستهلكين الأتشباس والمشروبات الغازية وإلى آخرية وقليل الاهتمام بالوجبات الصحية الغنية بالفيتامينات والبروتينات صح فكنصيحة نحن نمطيها لأخوتنا وخواتنا في مرحلة المراهقة يقلل من كمية الدهون ويحافظ على الكمية اللي يريدها نحن اليوم إذا أريد نقسم نظام الإنسان يكون على شكل هرمي يبدأ بقاعدة عريضة أمتاز بارتفاع نسبة النشويات تضيق نسبياً بقاعدة وسطة اللي هي قاعدة البروتين تضيق بصورة أكبر عند نسبة الدهون التي يحتاجها الجسم قد تكون نعم دكتور المراهقة أو سن المراهقة يعني الأنظمة الغدائية هم تختلف للبنات والشباب ولا نفس النظام هذا السن؟ لا تختلف تختلف بقلنا بداية الحق قلنا إذا كان رجل أو امرأة تختلف من ناحية الجنس ومن ناحية الحالة الصحية نعم ناحية الجنس المرأة بحكم الأعراض التي تطرع عليها بعد الأمراض النسائية وإلى غيرها قد تحتاج في مرحلة من مراحل تطور ونم المرأة نوع خاص من الغذاء والابتعاد عنه آخر الرجل على العكس الرجل قد يكون متزن نسبياً من ناحية الهرمونات فبالتالي نوعية الطعام التي يكون هو محتاجها نسبياً تكون ثابتة نعم فإحنا قسمناها بصورة أنه عرفنا أن البروتين يشقد أحتاج النشويات يشقد أحتاج والدهون البروتين هنا يختلف من شخص إلى آخر بالجنسين الرجال والنساء إحنا اليوم أنا من أنطي مثلاً على سبيل المثال أقول للشخص أقول له تحتاج واحد بوينت ثمانية نعم من عشرة في ضرب الوزن رح تطلع أدك رقم هذا رقم هو عدد الغرامات اللي تحتاجها من البروتين دكتور إحنا متواصلين آنوياك لكن حالياً ويانا اتصال نعم خلنشوف المتصل ويانا شنو حابي وجه لك سؤال بخصوص الأنظمة الغذائية ألو مساء الخير مساء النور السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة شوانك أخويا يعني بخير إذا أنت بخير من هو يايا وياك حمد الحمود حمد من وين تتصل بنا من تلعفر حياك الله حمد إحنا اليوم نحشى على الأنظمة الغذائية والتزامنا كرجال وأيضاً النساء بالأنظمة الغذائية بمرور عمرنا وشون نقدر نحافظ على وزننا وعلى لياقتنا وأكيد ويانا مثل ما شاهدت بالحلقة دكتور عبدالله خصائي التغذية شنو حاب توجه له سؤال بخصوص نظام غذائي ذا محتاج أو عندك لا سلامه الله مرض مزمن تريدي تنظم غذائك آلو انقطع الاتصال تتمنى أن يعود الاتصال بنا مرة نرجع لك الدكتور وأكيد متواصلين وياك أنا سألتك من البداية على اختلاف الأنظمة الغذائية بين البنات والشباب بسن المراهقة وأكيد ذكرت أنه أكو اختلاف بين الأنظمة بين النساء والرجال بهذا السن طيب بعد هذا السن تبقى النساء والرجال هم أكو اختلاف بالأنظمة ونفس النظام هذا الاختلاف قائم حتى انتهاء أو حتى وصول مرحلة الشيخوخة في مرحلة الشيخوخة رح نحتاج كمية معينة من الغذاء لازم هذه الكمية تكون غنية بالفيتامينات والمعادن ليش لأن أكو بعض المعادن والفيتامينات البعض منها القليلة جدا نعم يفرزها الجسم خاصة الهرمونات لكن عنده وصول مرحلة يعني ما بعد الخمسة واربعين الجسم رح يقوم يفتقر لهذه المقومات اللي يحتاجها فبالتالي يفضل تناولها عن طريق الطعام إذا كان فرش وطبيعي وبنفس الوقت قد يكون ما عنده ديش الشهية المصدر الرئيسي والأساسي والأفضل هو الطعام أما إذا كان مبتعد عن هذا المجال أو ما عنده ذاك القابلة للتناول هذه الكميات من الغذاء يفضل استخدام المكملات الغذائية نعم نعم طيب دكتور أريد أسئلك بخصوص أنه الأنظمة الغذائية بعض البنات أو الشباب أو الرجال أو النساء أنه يقولون أنه وزننا مثلا طبيعي أو ما نشوف أكو زوائد أو زيادات بالوزن عدنا في جسمنا فما نحتاجين نظام غذائي النظام الغذائي بس يخص الوزن ولا أوكي أنه إذا وزني مثالي أقدر أسوي نظام غذائي خاص ولا عادي ما أسوي حقيقة أحييك على هذا السؤال لأننا قل لما ننسأل هكذا السؤال نعم اليوم يفضل وأنا أوجه من خلال قناتكم الكريمة لجميع عوائلنا الكريمة وخاصة الأمهات يعني يكون أدها ثقافة غذائية نحن اليوم المجتمع نشاهد الأطفال والأمهات تحياتنا لهم جميعاً عندهم اهتمام بموضوع المودة وموضوع التكنولوجيا والموبايلات وإلى آخره أنت اليوم أساس البيتية المرأة تحياتنا لأمهاتنا وخواتنا نفضل أن تكون المرأة ملمة بمواضيع تفيدها كعائلة إلها حتى تعرف شنو الوجبات التي تطبخها شنو الأمور التي تبتعد عنها أو شنو المكملات أو بعض الإضافات التي ضيفها بالطعام مثلاً على سبيل مثال الزيوت الذي تستخدم بالطعام بعض منها غير صحي نوعية الإبهارات التي تخليها يعني اليوم إذا كان عدي أطفال أو زوجها على سبيل مثال عدي قولون تبتعد عن الأمور على بعض الإبهارات على سبيل مثال أو بعض الخضروات التي قد تكون تزيد من تأزم حالته بمرحلة العفو في مرض القولون أو إلى آخره اليوم أنا شخصياً قبل أن أدخل هذا المجال ما أقدر أجزم وأقول أنا عندي زيادة أو نقصان والشكل الصراحة مو قياس قد يكون البعض عنده خلي نقول ارتفاع في نسبة أفوان خربطة بالهرمونات وهذا الشيء خاصة يعاني من النساء عموماً نعم فصير عدها خربطة بالهرمونات رح يرتفع عدها الوزيم أحياناً يحبس الجسم سوائل فبالتالي رح تلجأ للمنحفات هي ما تعرف شونه سبب زيادة السمنة قد يكون عندها علاجية تتناولة هو يسبب زيادة الوزن فبالتالي معرفة سبب زيادة الوزن بعدها يلا نعرف شون إحنا نقص وزدنا عفو نقص الوزن أو نزيد في مرحلة النحافة فبالتالي معرفة السعرات الحرارية موضوع جداً مهم إذا تسمح لي أستاذ أنطفد معادلة بسيطة عموماً الناس يعني إحنا ذارد إحنا كأخصائي تغذية من نطل معادلة أو من نشرحها قد تستصعب يعني عفواً يستصعب فهمها لكن إحنا ذارد ننطفد شيء يعني ما بين وبين اللي هي الفين سعر حرارية باختلاف الوجبات وباختلاف نوعية الطعام إذا كان نشويات وإذا كان عفواً بروتين أو دهون أنا اليوم أحكي عن الإنسان الطبيعي أرجع وأكد الإنسان الطبيعي اللي يكون بحالة صحية نوعاً ما مثالية فالألفين السعر الحرارية تجزع إلى 70 إلى 75% كارب 25 إلى 20% بروتين والمتبقي دهون حسب الحالة فبالتالي لازم نراعي هاي الأمور نعم طيب دكتور أرد أسئلك سؤال آخر أنه الأغلب اللي يأخذون الأنظمة الغذائية إذا كان من المدرب الجيم أو من أي أخصائي نعم ما يطلب من عنده أنه يسوي لفد تشيك أب معين لتحاليل نعم صراحة هذا الشيء أهم المفروض يسوي أي شخص يريد يبلش بنظام غذائي أنه يروح لمختبر ويأخذ كم نوعية تحليل معينة نعم ويعرضها لأخصاء التغذية اللي مثل حضرتك ومن بعد هذا الشيء ينطي نظام غذائي ولا ما يحتاج الأفضل الأفضل والأدق هو اختيار معفون الشخص المناسب يعني اليوم واحترامي لجميع أخوتنا وأخواتنا تظهر على صفحات التواصل الاجتماعي خاصة بعض اللي يدعون أنهما خصائي في هذا المجال أو أنهم خبرة في هذا المجال وخاصة على اليوتيوب وغيرها من البرامج فالبالتالي الناس تلجئ لها الأفضل عنده اختيار الأخصاء التغذية حتى تعرف أنه متمكن بالمجاله وبالتالي الدقيق باختيار النظام الغذائي رح يطلب من عندك بعض التحاليل أو بعض الفحوصات الغاية منها والسبب هو معرفة السبب ارتفاع الوزن مثل ما قلت الحضرته قبل شوية بعض النساء تعاني من السمنة بالتالي سبب خربطة الهرمونات هو رح يسبب زيادة بالوزن والبعض يعاني من النحافة أدهى بعض الأسباب الأطفال على سبيل المثال أدهى أغلبية الأطفال ما أزموا أقول أغلبية خللنا نقول البعض من عندهم يعاني من النحافة بالتالي هذه تختلف من المراحل العمرية وبنفس الوقت البعض من عندهم قد يعاني من الطرابات بالمأده نعم دكتور أنت بالبداية ذكرت أنه ربة البيت أنه لازم تنتبه أو هي العنصر الأساسي بطريقة وطهي واختيار نوعية الوجبات بالمنزل طيب لو كانت ربة البيت ما عدا هذه الدراية أو ما عدا هذه الثقافة أو المعلومات بخصوص الأنظمة الغذائية وانت تعرف عوائلنا العراقية يعني بالعائلة تلقى البنات وشباب كل شخص يحب أكلة معينة يطلبون منها أكلات دسما يجوز بالليل الأكلات دسما يجوز بالريوه يجوز بالغداء فأكيد ما راح تقدر أنه ترفض لهم طلب كون أنه الأم دائما تكون حنينة وتحب أنه تسوي الأكلات اللي يحبوها أولادها فالشيون نقدر أنه إحنا أو أنت حضرتك وبقية الزملاء بمجالكم أنه نقدر نوعي ونتقف العوائل العراقية اللي ما عدهم معلومات عن طريق التواصل الاجتماعي أو عن طريق ورش تثقيفية تدريبية للعوائل بالمناطق إذا كانت على التواصل الاجتماعي أو بأرض الواقع نعم الحقيقة هذا الشي صعب أنا ما أنكر أنه على الوالدة خاصة وعلى النساء عموما يصعب عليها يعني شو ما نقول أنه تخلفت موافقة بين الوجبات الأولاد والزوج وإلى غيرها فبالتالي هي مرح تعرف إحنا تكلمنا بنقطة أساسية اللي هي الوعي الصحي أو الثقافة الغذائية اليوم هي مرح تكون عندها ثقافة غذائية على سبيل المثال رح تعرف أنه باليوم الشخص أي شخص من عائلتها بما فيهم هي رح تعرف إشقد يحتاج من الكارب والدهون والبروتين فبالتالي مرح تسوي له الوجبة رح تسوي له هاي الوجبة وفقا للمعادلة اللي هي تعرفها يعني الوجبة تكون غنية بكارب ودهون وبروتين فبالتالي ما تسوي له وجبة مثلا غنية بالنشويات هذا سحنا مجتمعنا الشرقي خاصة أغلبية وجباتنا تكون غنية بالنشويات نسبة النشويات بها عالية أوكي قد البعض تكون مثلا أدهم تنسيق بين النشويات والبروتينات قد تكون قليلة الدهون قد تكون نشويات عالية ودهون عالية بروتين قليل فبالتالي من رح تعرف كيفية تحضير الطعام وفق القاعدة الأساسية التي ستعتمد عليها هنا ستكون ملمة بهذه التفاصيل ستقدم وجبة صحية غنية بفيتامينات ومعادن وبروتينات لتحافظ على صحة عائلتها لأن بالتالي نقول الأم حنينة لا ننكر بالعكس لكن ستعرف أن سبب اختيارها وسبب لجوءها لهذا المجال أو تعلمها هو ليس شيء صعب قد يكون كتيب صغير تعرف بكيفية السعرات الحرارية وشنو الأكلات ومعدل الغرامات الموجودة في كل أكلة فبالتالي ستحافظ على عائلتها وأسرتها ستكون أسرة سعيدة أسرة مفعمة بالنشاط والأفون الحيوية فبالتالي لا نقول تستغني وإنما ستكون بعيدة عن الأمراض محافظة على صحة عائلتها وأوصي مجتمعنا خاصة إذا تسمح لي أستاذ ثامر أكيد أستاذ الوقت عدم نقل الإشاعات وعدم نقل المعلومات الغير صحيحة يعني على سبيل المثال طلع شخص خلينا نقول باليوتوب أو طلع بأي قناة أو بأي مكان أو شاهدته بالشارع مثلا قل لي النشويات لازم لبو السكر حالها حال البقية على سبيل المثال 75% أنا أقول أكوفاد أمور لازم نعرفها نعم أن النشويات كثرتها النشويات عندها تحولها تحولها إلى سكريات فبالتالي أنت مرح تقدر تضطي النشويات بمعدل العام لا معدل خاص لأن هذا عنده سكر بالتالي لازم أراعي الحالة الصحية تمام وأراعي الحالة النشاط فبالتالي أدم نقل هذه المعلومات وتأكد منها من المصادر الصحيحة بالأونة الأخيرة دكتور كثير من الناس التجأوا لعمليات قص المعدة اللي عندهم زيادة بالوزن يعني قص معدة وشفط ونحط تشجع أنت أو تنصح بهذا الشيء حقيقة بديل عن الأنظمة الغذائية والرياضة يقول لك أنه أنا بدل ما أروح أشترك بجم وأروح لدكتور أخصاء تغذية وألتزم بنظام أو كورس غذائي وجوز شهر شهرين يلا أنزل لي كيلو أو كيلوين أروح لأي عيادة أو لأي مركز أو لأي مستشفى لدكتور يسوي للشفط والنحط وأخلص برأيك أن هذا الشيء صح أو أنت تأيد هذا الشيء تأيد تام لا السبب نعم كل شيء بالكون إلى مميزات إلى سلبيات وإلى إيجابيات على سبيل مثال إذا عند قدوم شخص لأخصائي المفاصل عدة عملية مثلا قد تكون مثلا تمزق بالأوتار تمزق بالأربطة تبدير ركب السبب الرئيسي وراء تبديل الركب وتلف هذه المادة ونقص المادة الصمغية الموجودة بين الركب التي تسهل الحركة وتمنع الاحتكاك السبب الرئيسي وراءها الوزن فبالتالي قبل شوية قلت لك ربة العسر إذا رح تحافظ على هذا الشيء فرح تستغني عن هواي أمور وتتلاشاها فبالتالي اليوم أنا من ألجأ لعمليات القص على سبيل مثال أو عملية الشفط شفط الدهون أو إلى عمليات تكسير الدهون وإلى غير أمور فبالتالي لازم أعرف أنا ليش داء أن أصحب هذا الشيء إذا كان عده موعد عملية على سبيل المثال قريب إذا كان عده مثلا تأزم بحالته فبالتالي هذا النظام الغذائي النظام الغذائي يحتاج وقت على سبيل المثال إذا هو بالقص خلينا نقول بيوم وثاني رح ينزل وزنه من مثلا من مئة وعشرين رح ينزل إلى مئة رح ينزل إلى مئة وعشرة فبالتالي السرعة في النتيجة مطلوبة أما شخص العادي وللأسف أغلبيت الناس ما عدهم هذا الشيء يعني مجرد ما عنده ديش الإرادة القوية صارت موضة أنه موضوع التحية لأخواتنا بالأخص عمليات التغيير معالم الجسم صارت مجرد موضة أنه أنا فلان سوى هذا شيء لازم عاني سوى صديقتي سوى هذا شيء نحن لا نقول الرجال مع بالعكس كثير من الرجال أيضا ندهم هذا الشيء لكن دكتور أعطنا المقاطعة نرى أنه هناك تحسن أو جمالية للجسم بعيدا عن الإسام التي تكون أوفر لكن نرى أنه هناك نجاح للعمليات نعم هذا النجاح دعنا نقول إذا كان شفط وإذا كان عمليات قص عمليات القص حاليا أنا لا أقول فتشي مو مفيد بالعكس فتشي جدا مفيد يساعد ينزل وزين إلى آثار إيجابية كثيرة لكن بنفس الوقت تخلي عندك إرادة نحن لماذا ألجأ للبديل وأني أندي الأصل الإرادة أنت اليوم بالمناسبة عمليات القص أو عمليات الأخرى نعم ما رح تطيك مدى العمر ضمان لأن البعض يتصور أنه بعد ما قصم على سبيل المثال أو سوى فد موضوع أنه ها هي مدى الحياة لا عزيزي المعدة هي ها مرح تكبر أو أصدقاء حضرتك أو الذين يشاهدونها مروا بهذه المرحلة سوى عمليات القص فترة من الزمن ثبت وزنها بالمناسبة إليها آثار سلبية أكيد وليس هناك شيء ما على آثار بالضبط من رح يشوف فرق فترة يعني يحسب ببالع أنه هذا مدى الحياة نعم لا رح تيجي فترة إذا أنت رح تتغير يعني البعض يثبت وزنها ليش لأننا تعود صار عدة تعويض صح البعض الآخر لا يأكل بالليل الوجبة يأكلها تكون يعني شون ما تقول كبيرة فبالتالي رح المعدة هم رح تكبر فرح نرجع ورح يرجع الوزن يرجع نفسه أو يزيد وزنه بضضضضضض نعم دكتور أرد أسئلك سؤال يعني طبعا بلش الوقتي داهم لكن خطر في بالي سؤال نعم بجاعة كورونا بالسنة اللي فاتت نعم بلش المصابين يطوهم أنظمة هم غذائية تخص الفيروس أو اللي تعزز جهاز المناعة بالموجة اللي حالية للفيروس ماكرو يعني أكو نظام غذائي تخص هذا الفيروس أو نفس النظام الغذائي السابق اللي كانوا ينصحون بفيتامين سي وتعرض لأشعة الشمس ببضبض يعني هاي الأشياء والتمارين الرياضية البسيطة تمام نعم نحن اليوم عدنا شيئين عدنا أصل وعدنا متغير الأصل هو الإنسان نعم نعم نحن اليوم عرفنا وأرجع وأقول نقطة البداية إذا عرفت شنو رح آكل واللي رح آكله بشنو فيتامين ببروتين رح أركز على الفيتامينات اللي أنا نادر من آكلها نعم الصراحة هسا القليل من عدنا يلجأ للمكملات الغذائية عفوا للمكملات الغذائية المكملات الغذائية ما أقصد بها فيتامينات وغيرها لا مثلا إذا إحنا نوصي المراجعين نقولها على سبيل مثال عندك نقص بالفيتامين سي عندك نقص بالحديد عندك نقص بالزينك عندك نقص بالدي ثري فمن يروح يروح على سبيل مثالي يعوض الفيتامين سي بالعصير المصطنع هذا العصير أولا هو بمواد حافظة بالتالي ما بي أي عنصر فائدة بالعكس رح يشتغل عندك عكس السكريات الموجودة بي التمتعرفها فبالتالي الأصل والثابت هو الإنسان يقوي الجهاز المناعي أي فيروس يطرق عليه هو رح يكون عنده جهاز صد فبالتالي نحن نوصي استخدام أفوان تناول الغذاء بوجبات تكون غنية بالفيتامينات يعني أنا مو أجي مثلا بالإفطار أوكي أغلبتها السعواء أن يتناولون البيض والبعض من عندهم ما يأكل صح لو غلط صح فبالتالي أنا اليوم من رح أتناول البيض رح أعرف أنه أوكي يعني عوضت جزء من الفيتامينات اللي يحتاجها بالغد رح يخرب اللي يشتغل بالفطور يعني مختصر كلامك دكتور أنه يأخذ الأشياء الطبيعية اللي يتعزز جهاز مناعته بالتحديد وخصوصا للمصابين بالوقت الحالي بالضبط إحنا هنا بمرحلة جائحة كورونا الناس صار عندها موعي خوف فبالتالي من يلجأ المكملات الغذائية يلجأ لها مضطر البعض من عندهم بهاي الفترة تعرف حضرتك صار حضر والناس أغلبية فقط اللي عنده دوام مثلا صح يكون داخل وخارج وكذا فأغلبية الناس قامت تحب تتعلم شون الأنظمة الغذائية شون الأناصر الغذائية اللي تقوّل يعني شون جهاز المناعة فبالتالي إحنا يعني عندي شخص من الناس إحنا نسوق منه دائما هو باع الخضروات فبالتالي من نوبات متلاطف وياه وكذا يقول إحنا بمرحلة كورونا صار عندنا شغل أكثر وسحب على الفواكه أكثر فمن باب الملاطفة قال يعني شون لو مو هي جائحة كان دعيت إنه الله يضيم هاي الفيروس فبالتالي مراحل الإنسان يحتاج بيها زين أنا ليش مدائما أكون محافظ وأكون مستعد حال الجندي المقاتل بجبهات القتال مستعد لأي هجوم قد يجي فبالتالي الإنسان يكون محصن نفسه محصن الجهاز المناعي اللي هي الأداة وسلاح الجسم ضد الفيروسات والأوبئة فبالتالي من رح يحافظ على جسمه ورح يعرف شون اللي يريده فأمن هذا الباب إحنا تمام دكتور قبل ما أختم وياه حضرتك شون النصيحة اللي حاب توجهها لناس بصورة عامة أو للمشاهد بخصوص النظام الغذائي وشون يقدرون يحافظون على صحتهم ويكونون بصحة أو لياقة جيدة تمام بالنسبة للنصيحة أفضل الالتزام بوصايا وصايا الأطباء ووصايا العلماء الإمام علي عليه السلام إلا الكثير من النصارح وكثير من الحكم اللي تخص الغذاء وكل الغذاء شنو فائدته وشنو هذا بداية الحلقة يلاحظون السادة المشاهدين احنا ذكرنا حديث النبي عليه السلام يقلنا حسب ابن آدم لقيمات يقيمنا صلبه ثلثل طعامه ثلثل شرابه وثلثل للهواء ثلثل للطعام هذا هي القاعدة الرئيسية ثلثل للشراب اللي يتساعد على سهولة تمرير الطعام بين الأمعاء وثلثل للهواء البعض يتساءل يقول ليش هوا أنا يسجون أنا آكل أوكي بس المعدة لازم يكون بها فراغ للهواء للتداول الهواء حتى يكون ضغط للأمعاء تدفع الطعام للأمعاء لتسهيل عملية الهضم فبالتالي الوصايا اللي نوصب بها إن شاء الله ما أطيل على حضراتكم الالتزام بهذا الحكمة أو هذه الحديث واتخاذها قاعدة رئيسية عدم الاكثار من المواد اللي قد تكون يعني البعض يقول أنا أخذ مكملات غذائية أوكي بس أخذ المصدر أبو المكمل الغذائي يأخذ اللي عنده نقص حاد فبالتالي الغذاء ما رح يصعد النسبة عنده وبنفس الوقت عدم الأخذ بالإشاعات الدارجة بالمجتمع أخذ المعلومة الصحيحة وأوجه ندائي أيضا لأخواتنا وأمهاتنا يا حب ذا لو يكونون يتابعون أيضا حتى يستفادون ويكون عندها وعي صحي حتى تحافظ على عائلتها وعائلت أسرتها تمام شكرا لك دكتور عبدالله وأكيد نورتنا اليوم وشكرا للمعلومات القيمة صراحة استفادين منها وأكيد استفاد منها المشاهد عبر الشاشة أو عبر البث المباشر على الفيسبوك على بيجر القناة شكرا لك وإنضمامك وتوازدك ويانا باستضيوات وطن لأف أم اليوم تحياتنا لك تحياتي لك شكرا لك دكتور عبدالله مشاهدين أكيد مثل ما شفتوا سماعتوا دكتور عبدالله والنصائح والمعلومات والأساسيات المهمة بخصوص الأنظمة الغذائية لكل الأعمار الصغيرة والشباب البنات في السن المراهقة وأيضا المصابين بالأمراض الموسمية وأيضا المزمنة وبالإضافة لكبار السن وكيف يقدرون يحافظون على للاقتهم وأيضا الشون يقدرون يروحون للناس الاختصاص أو الدكاتور الاختصاص بهذا المجال بالأنظمة الغذائية وتنزيل الوزن ويكونون دائما بوزن مثالي وطول مثالي وصحة وسلامة جيدة وأكيد نتمنى صحة والسلامة للجميع لكن إحنا بعدنا متواصل إياكم بموضوعنا لليوم وأكيد نقدرين انتصالاتكم ومشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي ظهر أسفل الشاشة وينضم معي حاليا عبر سكاي بالكابتن سيف علي كذلك أخصائي تغذية والياقة بدنية يسعد مساك مساء الخير عليكم مساء الخير على كل المشاهدي قناة وطن مساء الخير على كل اللي يتابعون هذه القناة الجميلة حياك الله كابتن شونك شخص بارك بالبداية الله يسلمك حبيبي إن شاء الله تكونوا خير وصحة وعافية كابتن إحنا إذا كنت تشاهد الحلقة قبلك كان دكتور عبدالله خصائي تغذية وسألناه بخصوص الأنظمة الغذائية أريد أسألك سؤال كابتن اللي ياخذ أو اللي تنطي حضرتك نظام غذائي النظام الغذائي يكون وياه ملحق تمرين معين ولا فقط نظام طبعا بالبداية طبعا أنا أحب وجهتها هي الدكتور عبدالله اللي حقيقة يحضورها يلغي حضوري ويقدم معلومات جدا قيمة وفيما تفضلت حضرتك أنه إحنا عندنا سلسلة لما نريد نسوي أي شيء في حياتنا لازم نرسم الخطة إذا كانت الخطة هي خسارة الوزن والحصول على جسم مثالي فراح يكون عندنا الرياضة والنظام الغذائي هي مكملات لبعض تمام إذا نريد نصنف من اللي نبطي الأحقية أو الأوضالية النظام الغذائي أو الرياضة الأساس والشغل اللي يتأثر بشكل فعال وتكون أساسية هو النظام الغذائي نعم لكن إذا نريد نعزز موضوع خسارة الوزن ونحسم العملية خسارة الوزن بشكل أفضل ومبقط أقل فنلحق موضوع النظام الغذائي برياضة هذه الرياضة تكون طبعا مختلفة من شخص لآخر حسب الهدف الذي يريد هو يسويه إذا كان مثلا يريد يحصل على جسم فيزك أو إذا كان يريد يخسر أكثر وزن يعني بقدر كبير وإذا كان هذا شخص كبير بالسن أيضا أغلاء زمن راعي كبر سنة ونبطي ثمارين تتناسب مع وعيثة صحية أو مع عمره نعم يعني كابتن اللي افتهمت من كلامك أنه كل عمره إلى تمرين خاص يعني قلت نفسها للدكتور بخصوص فيروس كورونا بالتحديد حاليا أكيد أكون مصابين المصابين اللي هم تمارين خاصة يطوروها بالبيت أو يجربوها بالبيت أكيد طبعا إحنا يعني وحدة من الأشياء اللي نحارب بها فيروس كورونا وحتى نتغلب على اليومين خلي سيطر علي ويستبحل ويأخذ مجرى نعم هو أنه نقوّل مناعة عمالتنا طيب المناعة عمالتنا وحدة من الأسباب الرئيسية اللي تقوينا المناعة هي التمارين الرياضية ليش؟ لأنني لما نسويت مارس التمارين الرياضية طبعا التمارين الرياضية اللي تكون حصرا للمصابين تعرف أنت المصاب ما يكون عنده الطائق الكافي إلى أن يسوي تمارين قوية ويرخل وكذا فرح نمطيهم تمارين بسيطة التمارين البسيطة هي أول تمارين اللي يكون المشي المشي الخفيفة أو السلحة حسب وضعته التمارين الثاني يكون التنفس بهذا الطريق الشهيق والزفير هناك راح يسوي راح يسرع من سرايان الدورة الدموية بالتالي راح يزيد حرب عند السعرات الحرارية طيب هذا دكتور كابتن عفوا هذا التمارين يومي هذا التمارين يومي مرتين يعني يسوي الصبح ويسوي العصر أو بالليل تمام لأننا نعرف أنه لما نزيد ضخرة الدم بالتالي راح يوصل الأوكسجين إلى كل خلايا الجسم وبهذا الطريقة أول شي راح أكسب جرعة من النشاط والحيوية الشهر الثاني راح تقوى عندي البكتيريا النافعة اللي هي راح بدورها تقاوم الفيروس تمام فممارسة الرياضة بالنسبة للمصابين جدا مهمة تمام طيب دكتور عفوا كابتن قدران حتشينا بخصوص المكملات الغذائية الشخص اللي تنطي حضرتك نظام غذائي خاص يرافق مكمل غذائي والمكملات الغذائية تبعد عن الأنظمة الغذائية لا إحنا إذا نريد نصنف ونحكي بشكل علمي النظام الغذائي الشي والمكملات الغذائية الشي نعم وإذا نريد نتكلم من باب تجاري فهذا تعرف انتهس الناس بعض الكباتر وبعض الأشخاص اللي مواصلون هذا الرياضة الهدف ما ندمه المكسب المادي نعم فإذا راح لهم لاعب مثلا قال لأني رأسوه نظام غذائي من براح يلحق لبعض المكملات الغذائية لكن إذا رأينا نتكلم عن بطريقة علمية وطريقة صحية وشنه هو الأصح نعم أنا ما أقدر أجي أستمر على كلام اللاعب أو كلام الشخص أنه عندي مثلا تعب شوية رأسا أكتب لفيتامين سي وكملات غذائية على المدعون أول شغلة لازم نحن نسويها أن نخليه يخضع التحليل على موضع نعرف شنه عند الخيل وين وشن الفيتامين اللي عنده ينقص ونعالج على هذا الأساس نعم طبعا بعض الأمور لازم يكون طريق مختص هو اللي يكتب من الوصف ويكتب من العلاج لكن إذا رأينا نحشي بشكل عام عندنا الشراط اللي نعالجه دائما هو نقص فيتامين دي ثري نقص فيتامين دي ثري طبعا ما يقتصر على فقط عدم نزول الوزن يعني هي وحنا من الأسطار دكتور ولو أقاضعك عفوا كابتن شنه السبب لنقص هذا الفيتامين بصورة عامة يعني ليش أو أغلب الناس أدهم نقص هذا الفيتامين نعم هذا الفيتامين دي ثري هو المصادر ما نأخذ من الشمس ومن بعض الطعمة الغذائية تمام تمام لكن بسبب يعني هو له هذا الموضوع متشعب لكن حتى نشرح نوضح للناس بسبب أنه إحنا تعرف الدجاج مثلا أو السمج مو مثل الدجاج والسمج مال قبل يعني يعني إحنا صار كله مهرمن فما راح ينطيني الدي ثري الموجود به نفس ما أني أأخذ مثلا أتغذى على الدجاج عرب أو أتغذى على السمك البحري فبالتالي إذا تجي هسك نسبة يعني نسبة كبيرة من الشعب العراق أو من الوطن العربي عدهم نقص فيتامين دي ثري أو الأعثار جانبية يعني لا ما لازم نستهين بها يعني يعني عندك ألم المفاصل سبب نقص فيتامين دي ثري تساقط الشعر سبب نقص فيتامين دي ثري حالة الاكتئاب سبب نقص فيتامين دي ثري عدم نزول الوزن سبب نقص فيتامين دي ثري ففيتامين دي ثري ضروري جدا أن ينتأكد منه حتى الشخص اللي ما يريد يخسر وزن لازم كل فترة الشيء اللي يسوي الفحص طيب كاتون خلي نحكي على مواقع التواصل الاجتماعي وأكيد أني ألاحظ أنه أغلب زملائك وحضرتك أكيد بالعمل أنه دائما ينزلون أشياء أو معلومات أو ملاحظات تخص الأنظمة الغدائية أو تخص التمارين لترافق الأنظمة الغدائية شون نشوف التفاعل بالوقت الحالي من الشباب والبنات أكو تفاعل بخصوص هاي المواضيع بلش الشاب أو المجتمع الشرقي بصورة عامة يهتم بهذه التفاصيل طبعا حقيقة بالفترة الأخيرة وهذه شغلة مفرحة ويعني أنا سعيدة جدا اللاحظ أنه إقبال الشباب والبنات على صالات الرياضية وممارسة التمارين أصبحت من الأشياء التي ترنت أنه صارت كثرة صالات الرياضية وكثرة الإقبال على الممارسة الرياضية من بين الشباب والبنات هذا الشيء إلى أبعاد جدا إيجابية صحية ثقافة مجتمعية الإنسان أنه يطور نفسه يلهي نفسه بشيء إيجابي يداري صحته ويحصل على مظهر جميل يعني هذه الممارسة الرياضية هي من الأسباب اللي نعتبر رقم واحد بزيادة جمال الشخص سواء كان رجل أو امرأة فالسفاعة جدا قوي الحمد لله نعم كابتن نحن نشوف بالآونة الأخيرة انتشار القاعات وأيضا الجمالات الرياضية النسائية ورجالية ببغداد وبقية المحافظات شون نقدر أنا هسا كشاب أريد أروح أشترك بجيم رياضي بالمنطقة شون أعرف أنه هذا الكابتن فعلا هو كابتن حقيقي شون أعرف أنه هذا الكابتن فعلا يعني أنه كابتن حقيقي متمرس عند مهنية بالرياضة أو بالأنظمة الغدائية أو بالتمارين بصورة عامة أو بكتابة الكورسات طبعا أحييك على هذا السؤال وهذا السؤال كل شي مهم ويعني ضروري أن الواحد يركز على هذه النقطة الأساسية إذا تعرف أنت أي شخص يأخذ مكملات ويأخذ هرمونات راح يسير عنده جسم فالناس تستور أنه هو كابتن لكن كل شخص ما يستمد على حقائق طبية وحقائق علمية ولما تجي تناقشة يمطيك أصل الشيء اللي أنت قاعد تسأل عليه لا تأخذ منه معلومات أنت كرياضة تقدر تروح تتمرن بأي قاعي عجبك على أي تمريد طبعا يعني أن يكتب لك أي مدرب لا تشكال لكن أنك تأخذ مكملات قذائية من أي شخص وتخلي أي شخص يكتب لك فيتامينات ومكملات هذا الشيء يعني نتمنى أنه من جميع اللاعبين يتجعون إلى أطباء تغذية ومختصين تغذية معروفين وإلهم تاريخهم وإلهم شهادة يعني يتأهل إلى أنه يطلع ويتكلم ويكتب هذه المكملات لكن أنه أي شخص أجي مثلا إذا تعرف حضرتك أسفة مو بسع على الكباتل أكو بعض الأشخاص يعني هم ما يكون اللاعب بيناتهم فواحد يصور مثلا أنواني مثلا بيصر عندي كذا العضل الفنانية مقاعد تكبر عندي فصديقة لأنه ما أخذ هذا الكورس من أحد ما يكتب له هاي المكملات نفسها يقول لأجيبها أنا جبتها وصار هذا الشيء عن كل شيء خضع نعم طيب راح أطلع شوي من الموضوع ما للأنظمة الغدائية والرياضة أكو رقابة من الجهات المعنية على القاعات الرياضة والجمات حاليا حقيقة للأسف ماكو رقابة الهرمونات منتشرة بشكل واسع بالقاعات ماكو يعني محاسبة فعلية لأصحاب القاعات اللي تمنع أنه يدخلون هذه الهرمونات وينطوها والله العظيم يعني قبل فترة شفت مشاهد حقيقة مؤلمة ومخيفة ومشكلة الضحايا أنه اللاعبين صح ما يفقهون ولا يعرفون الأسباب ونتائج الشي اللي قاعدسه ومستور أنه هو راح يجي يفوت للقاعة خلال شهر أو شهرين يريد يصبح عنده جسم وريد يطلعي البسمة لابس تكون علي ضيقة وهي بالحقيقة موهج أبدا يعني الغرض من الممارسة الرياضية ليست التباهي بجسمك فعلا اللي لا إعثاث فعلا هذه الهرمونات أبدا ما تدوم يعني خلال فترة تمرينك أنت ممكن راح يسير عندك جسم لكن مجرد تركت التمرين كله راح يروح راح يصير عندك آثار جانبية وراح يصير لك ميساوي فإحنا عتبنا على كل من يدعي أنه هو كابتن ما يقدم النصيحة للأشخاص اللي يحقنون يمى هرمون واللي يأخذون أشياء يعني يستندون ويأمنون بكلامه نعم فبقى تهور كل إنسان وضمير هذا الموضوع مويا المشكلة كابتن أنه حاليا أكو هوس بالموضوع يعني يجيك الشاب بني يجي يشترك بالجيم اللي حضرتك تمارس بي الرياضة أنه يقول لك كابتن أنا أريد خلال شهر أو عشرين يوم أريد جسمي ينرسم وأريد عضلات مهما كان الأمر يعني إذا أستعمل هرمون أو مكمل أي شيء ينطيني المهم السوي لجسمي خلال وقت قياسي أنت في شيء حالة راح تنطين نصائح استند عليها ومشي عليها كان بها أو طيب إذا الناس أنه تقول لك يعني تجبرك أنه أريد يعني أستخدم هذه المواد أو هذه العقاقير أنه أريد تنطي يعني شوفوا إحنا للأسف يعني إحنا كمجتمع شرقي نفتقر لثقافة الرياضة ونفتقر لثقافة التغذية نعم يعني مثل ما تفضلت حضرتك أنه بعض الأشخاص تنصح أنه يا هذا الشيء خطأ هذا الشيء مستقبل يأثر عليه رغم هذا هو يصر أنه يأخذ هذه الهرمونات لأنه إحنا عدنا في ظاهرة يعني منتشرة بشكل مخيف وأنا قبل فترة سأخذ حلقة خاصة عن هذا الموضوع اللي كانت هي حلقة فوبيا الطعام ورهاب الطعام أنه الناس صارت تتأثر بشخصية معينة سواء كانت إذا كانت البنات أثر من البلوغر معينة أو شخصية إعلامية فيحاولون يتقمصون الشخصية بحذافيره ويحاولون يمارسون كل الطقوس اللي ممكن توصلهم لشكل هذا المشهور هذا الشيء جدا خطأ يعني أنا أول شغلة كل إنسان لازم ما يقارم نفسه بأحد ثاني هذه من أساسيات اللي احنا تعلمناها واللي تربين عليها ما لازم أنا خلاص أنا اللي شخصيتي اللي كياني اللي جسمي لازم أحترم نفسي شلون ما كنت سواء كانت عند بدانة عالية سواء كانت عند ضعف أحاول أغير بطريقة طبيعية بدون ما أقارن نفسي بشخص آخر وممكن يعني أمارس الأشياء تأدي إلى النتائج السلبية وتأدي أن نتائجها تكون أكثر من إيجابياتي نعم كابتن سيف أنت أكيد تنتخفيف ضلي ويانا عبر سكايب ومنورنا وشكرا لمعلوماتك القيمة أكيد استفادين منها واستفاد منها المشاهد وشكرا نضطرناك شوية من الوقت أخرناك ويانا نوردنا ونتمنى لك التوفيق والنجاح بمجال عملك إن شاء الله شكرا إلك كابتن وأكيد يا مشاهدين وأيضا متابعين اللي هنا ينتهي وقت برنامجنا لليوم وتنتظرونا سابت أكيد بـ FM جديد مع ألف سلامة شكرا للمشاهدة